أفادت وزارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدام اليوم الجمعة بأن البنيات التحتية للتخزين وكذا المستودعات المجاورة لم تتأثر بالحريق الذي نشب مساء أمسنا الخميس بالمحمدية الوزارة أوضحت في بلاغ نصدرته تنويرا للرأي العام على إثر نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة لفاليس بالمحمدية أمسنا الخميس حوالي الساعة السادسة وخمسة واربعين دقيقة مساء أن الحريق شب أولا في أحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان وليس في مستودع التخزين وانتقل بعد ذلك لأربع شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات وتابعت أنه نجم عن الحادث خسيرة مادية تمثلت بالأساس في احتراق خمس شاحنات صهريجية إضافة لسيارتين الخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات